السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا أول؟ الحمد لله دائما وأبدا سوف ننتقل الآن في مادة الرياضيات إلى وحدة جديدة بإذن الله تعالى إن شاء الله رح تكون عنوان وحدتنا السعة إذن عنوان الوحدة رح يكون السعة ومن خلال هذه الوحدة رح نتعرف على وصف السعة رح نتعرف على الدرس الأول هو وصف السعة وصف السعة والدرس الثاني هو ترتيب السعة والدرس الثالث هو قياس السعة إذن الدرس الثالث هو قياس السعة الآن رح نبلش بأول درس وهو وصف السعة إذن رح نبلش بدرسنا الأول وهو وصف السعة طلعوا لي أول هون على هذه الأكواب هذه أكواب رح نوصفها الآن رح نوصفها طلعوا لي على هذه الأكواب هذه ثلاثة أكواب رح نلاحظ أن الكوب الأول ممتلئ الكوب الأول ممتلئ الكوب الثاني نصف ممتلئ الكوب الثاني نصف ممتلئ شايفين طلعوا عليه هذا الكوب الثاني نصف ممتلئ والكوب الثالث فارق إذن الكوب الثالث كيف نجده فارغ إذن كيف نجده فارغ إذن يا أول نظر من لاحظ بأن أكواب هذه مختلفة في سعتها إذن مختلفة في سعتها إذ كوب الأول نجد أنه ممتلئ نجد أنه ممتلئ وأما الكوب الثاني نجد أنه نصف ممتلئ شايفين نصه شايفين يا أول نصه أما الكوب الأخير الثالث وهو إذن إيش فارغ ما في إشي إذن سعة إيش ما في إشي ما في شاي فارغ إذن ماشي يا أول إذن هذا تم وصف إذن سعة هذه الأكواب إذن وصف هذه الأكواب من الشاي ماشي يا أول الآن ننتقل إلى ترتيب السعة ننتقل الآن يا أول إلى ترتيب السعة طلعوا لي على هدول هذا الفنجام وهذا الكوب طلعوا يا أول على هذا الفنجان وهذا الكوب تمام طلعوا لي عليهم شو بتلاحظوا يا أول شو بتلاحظوا بتلاحظوا إنه إيش هذا مين اللي أكثر سعة مين الأكثر سعة ممتاز أحسنتم هذا الكوب أكثر سعة وأيا اللي أقل إذن الفنجان إذن يا أول الفنجان شايفين الفنجان أقل سعة الفنجان أقل سعة أما الكوب أكثر سعة إذن أكثر سعة إذن الكوب أكثر سعة أكثر سعة إذن الكوب شايفين يا أول إذن الكوب أكثر سعة الكوب يا أول أكثر سعة لكن الفنجان أقل سعة إذن الفنجان أقل سعة إذن أكثر سعة أقل سعة إذن أكثر سعة أقل سعة أكثر سعة تمام؟ أقل سعة أكثر سعة أقل سعة ماشي يا أول إذن أكثر سعة هنا أقل سعة طيب الآن اطلعوا لي كمان على مطرة الماء طلعوا لي على مطرة الماء وطلعوا لي على الكاسم من الأكثر سعة؟ من الأكثر سعة؟ أحسنتم مطرة الماء مطرة الماء أكثر سعة شايفين هاي أول مطرة الماء أكثر سعة أكثر من هاي الكاسة إذن مطرة الماء سعتها أكثر من الكاسة إذن هذه أقل إذن الكاس أقل أكثر سعة مطرة الماء أكثر سعة مطرة الماء أكثر سعة مطرة الماء أكثر سعة مطرة الماء أقل سعة اللي هي الكاسة الماء شايفين هاي هاي الكاسة إذن الكاسي أقل أما المطرة الماء أكثر سعة مطرة الماء أكثر سعة ماشي يا أول طيب الآن يا حلوين بدي أنتقل أنا وياكم لقياس السعة بدي أنا وياكم أنتقل لقياس السعة عندي هذول الكاسات بدي أشوف الآن شو بدي أقيس سعة إيش أنا الآن تمام بدي أشوف شو بدي أقيس سعة إيش طلعوا علي يا أول أنا عندي الآن إيش عندي هون إبريق شاي شايفين عندي إبريق شاي هذا إبريق الشاي يا أول بدي أقيس سعته بدي أقيس سعته بدي أشوف قدش فيه شاي كم كوب كم كوب فيه كم كوب بدي أقيس سعته بدي أشوف كم كوب أنا حطيت هون هادول الأكواب وبدأ أشوف كم سعة هذا الإبريق ماشي أول إذا للآن بدنا نقيس السعة إذن الآن بدنا نقيس السعة فرح أشوف كم قياس سعة هذا الإبريق كم قياس سعة هذا الإبريق يلا خلي كوب معي راح نعد ونسكب ونشوف هاذ اول كوب هاذ اول كوب تمام واحد عدوا معي واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة اذا يا اول كم سعة كم سعة هذا الابريق كم سعة هذا الابريق كم سعة هذا الابريق خلينا نقيسهم اذا نقصناهم حطناهم في الاكواب خلينا نعتهم الان واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذا خمس اكواب اذا سعة سعة هذا الابريق كديش خمس اكواب شايفين يا اول خمس اكواب اذا سعة هذا قصنا سعة هذا الابريق قصنا سعة هذا الابريق وهو كديش طلع يا اول إذن خمس إيش أكواب من الشاي خمس أكواب من الشاي نأتهم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة وبهذا إذن تعرفنا على قياس السعة تعرفنا على قياس السعة وهون شو السعة إذن سعة إيش أخذنا إذن سعة الإبريق إذن كانت سعة الإبريق هذا إذن كانت سعة هذا الإبريق قديش يا حلوين سعة هذا الإبريق إذن كانت سعة هذا الإبريق خمس أكواب من الشاي إذن كانت سعة هذا الإبريق خمس أكواب من الشاي إذن سعة هذا الإبريق خمس أكواب من الشاي انعتهم واحد اثنان ثلاثة اربعة خمسة اذا خمس اكواب اذا كانت سعة هذا الابريق قصنا بايش خمسة اكواب خمسة اكواب ممتازين احسنتم وبهذا يا اول تعرفنا على قياس السعة تعرفنا على قياس السعة خلينا نحطهم على جنب ونشوف اذا يا اول تعرفنا في هذه الحصة على ماذا على وصف تعرفنا على وصف السعة اذا تعرفنا على وصف السعة وحكينا يا حلوين هنا بان الاكواب الاكواب كانت منها الممتلئ الاول كان ممتلئ اما الثاني كان نصف ممتلئ شايفين نصه هيه شايفين هيا نصفها هذا الكل وهون كان ايش فارق اذا كان ممتلئ اذا كان ممتلئ وكان نصف الممتلئ وكان فارق وبهذا تعرفنا على وصف اذا وصف السعة السعة لهذه ايش الاكواب من الشاي لوصف هذه الاكواب من الشاي وتعرفنا يا اول ايضا على ماذا تعرفنا ايضا على ايهما الاكثر اذا اكثر سعة وحكينا ان الكوب هذا اكثر سعة من هذا الفنجان اذا هذا الكوب اكثر سعة من هذا الفنجان اكثر سعة من هذا الفنجان إذن سعته أكثر إذن هذا الكوب سعته إذن أكثر من هذا الفنجان وأيضا حكينا كمان مطرة الماء إذن حكينا مطرة الماء يأكثر سعة من الكاسة الكاسة شايفين هاي هالكاسة إذن مين اللي أكثر سعة شايفين مين الأكثر سعة كاسة الماء ولا المطرة أحسنتم مين اللي أكثر سعة إذن مطرة الماء مطرة الماء أكثر سعة مطرة الماء أكثر سعة هون مين أقل سعة الفنجان ولا الكوب مين اللي أقل سعة أحسنتم الفنجان أقل سعة من هذا الكوب وتعرفنا أيضا على قياس وتعرفنا على قياس سعة هذا الإبريق وقداش طلعوا كم كم كوب من الشاي عديناهم إذن كوب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة إذن خمسة أكواب إذن سعة سعة هذا الإبريق سعة هذا الإبريق خمس أكواب سعة هذا الإبريق خمس أكواب إذن سعة هذا الإبريق خمس أكواب إذن سعة هذا الإبريق خمس أكواب من الشاي وبهذا تعرفنا على وحدة إذن السعة من وصف السعة من وصف السعة وأيضا ترتيب السعة ترتيب السعة وقياس السعة وقياس السعة وبهذا أنهينا يا أول وحدة السعة وحدة السعة ونحل التمرين على الكتاب ونحل تدريبات الكتاب إن شاء الله بخط جميل ومرتب ويكون حلنا مرتب ونصوره ونبعثه للمس مثل ما تعودت عليكم ويعطيكم ألف عافية وأي سؤال أنا جاهزة يعطيكم العافية أول